موضوع استيراد الغاز والروسي أثار جدلاً في الأوام الأخيرة وفرق المعارضة فريقين ومجموعة النادية أعلنت عن طلبين لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع لما هي ملابسات هذه الطلبة؟ شكراً سعد الحق وشكراً الموقع اليوم هو في فانتكات لهذه الاستضافة وطبيعة الحال من خلالكم يعني تنوير رأي العام حول هذه المبادرة اللي قام بها فريق حركي وفريق تقدم الشراكية والمجموعة النيابية العدلة والتنوية هذه المبادرة خطيناها بطبيعة الحال في إطار ما يسمح لنا الفصل 67 من الدستور وكذلك المادة 184 و185 من النظام الداخلي لكي يعطي الحق لبرلمان طبيعة الحال التولد من البرلمان لتشكيل لجنة تقصي حقائق في إحدى المواضع التي استطر رأي العام التولد هي 131 أو 132 هو التولد هذه من الآليات الرقابية بحالها بحال الآليات الأخرى الأسئلة الكتابية الشفاوية والمهام السيطلعية المهمة تقصي حقائق الفرق بينها وبين المهام السيطلعية هي أن هذا التقصي الحقائق يمكن رئيس مجلس النوية بيحيل تقرير للقاضة هذا هو الفرق أما الاشتغال نفس الاشتغال كي يكون ممثل طبيعة الحال مراعاة تمثيل النسبيح لجميع الفرق وكان نمشي وكان ديروا يعني واحد المهام السيطلعية كالبوطائق وكان شون وقفوا على الحقائق وكان ديروا تقرير شنو الخلفية من وراء هذا المبادر أولا نتابعنا في وسائل الإعلام لا المحلية ولا الدولية على أن يتحدثون حول واحد النفط الروسي وبالخصوص القزوال الروسي اللي كيدخل بطرق مشبوهة كان سؤال كتابي لفريق الاشتراكي سؤال يعني دستوري كتابي داخل المجلس يتاهيم أو يعرض خرقات لي خطيرة وخطيرة جدا يتحدث عن تصوير فواتر بأن التمان اللي كي يجيبوه النفط الروسي وللقزوال الروسي وبتمان قليل جدا بالمقارنة مع دول أخرى ويتم تصوير فواتر على أساس النجام دول لهذه الغزوال غالي تحدث أن هناك تلاعبات في هذه الكيمية اللي كتجي كتجي المغرب على حسب المغرب ويتم تحويلها نحو دول أوروبية تحدثته كذلك حول شركات اليوم اللي تستغل لهذا الضرف من أجل يعني زيادة في المعظم في هذه الغزوال الروسي على المواطنين والمواطنة داخل لأخير البلاد هذه الخروقات اللي كنا نحن طبعا كبرلمانيين ممكنش بقو ساكتين عليها علاش والتالي حكومة مختارش تكت عليها لأنه إلا كنت تزور فواتر يعني را كنت لاعبات في الرسوم الجمهوركي لخص الدول احنا يكي يقولك حنا في أزمة وخصنا ما داخل هاد دولة وخصنا نوقفوه على وفعلا واش هاد الشركات كتزور الفواتر المسألة الرابعة كان عندنا لقاء في الفقهاتي طواني كنتوا حاضرين الساعة بالحق في هاد اللقاء اعترف عضو مكتب سياسي على أن شركة تشال وذكرها بالاسم هي اللي كتجيب هذا النفط الروسي احنا قلنا في بعض المنابر هناك شركة أخرى كدلك أجنبية اعترف كدلك هاد عضو مكتب سياسي في هاد اللقاء بأن أفريقيا ما تدخرش ولو الليتر واحد يعني شنو التخوف لهاد الأغلبية من هاد اللي جنتقسي حقا يكونك شركة أجنبية وقالوها هما وممكنش إلا كان واحد في حس ديال المواطنة والغيرة على بلاده هو أول واحد اللي وقعه ومن الأغلبية ماشي المعارضة وهاد المبادرة ستكون من الأغلبية ماشي من المعارضة احنا احنا درنا إعلان طبعا تحال ورا توزع للصحفة من أجل حاطة رأي العام باش يعرفو يعني بأن البرنامج راكي راكي يقوم بالأدوار ديالو درنا هاد المبادرة ماشي من أجل باش نديرو البوز ولكن احنا رأي العام خسوة يتباع شك نديرو لأن كل شي كي يقرأ بأن راكي تزوير فواتي النفط الروسي والبرنامج كي يتفرج معناه أننا ندرنا واحد المبادرة الرسالة توجهت اليوم لجميع الفرق جميع الفرق بدون استيتنا حول توقيع على هاد المبادرة ننتظر تفاعل ديال هاد النواب والنائبات من فرق أغلبية ومعارضة لأن كي ينا واحد الموافقة مبدئية ولكن مشي رسمية فرق اشتراكي فرق اشتراكي فرق اشتراكي احنا فاشخدين هاد المبادرة تم بطبيعة حال المنصق اليوم ديال المعارضة وهو سيدريس سنتيسي في هاد الولايات السنة الثانية من هاد الولايات الشرعية لأنه كان ديره سانة بسانة تم يعني الاتصال بالسيد رئيس الفارق قال بأنه كان عندهم لنهار الجمعة احنا وقعنا هاد المبادرة كان عندهم اجتماع المكتب السياسي وطلب منه يعني التريوت تتاج جمع المكتب السياسي ويتداول في هاد الامر لحدود ساعة المكتب السياسي داز ماذا ما توصلنا تبشي جواب ولكن انا لا استبعيد انهما غديش يوقعوا لانهما اصحاب السؤال لان هاد السؤال اللي دار الفارق الشركي هو اللي دار هاد الاشتراك يعني هما اصحاب السؤال وخصومهما يتبعوا هاد الميلف معانا باش نعرفوا الحقيق ديال هاد شي وحنا لا ننتهي متى شي واحد احنا بغنا نغير وقفو على الحقيق المعروف انه عدد نواب فرق ومجموعات وحتى الاعضاء يعني اللي هما في المعارضة يعني لا يصلوا الى سلط يعني يبقى يحتاجكم مجموعة من نواقيل فيمكن انكم تستكملوا عدد التوقيعات وفي حال تعدد استكمالها ماذا يساعدون لا السبب الحق ده هو النقاش في نمشاوا بعد النواب او النائبات او الرؤسات فرق دير الاغلبية نقاش اللي هو مغلوط يعتقدون باننا نحنا كندروا ملتمس الرقابة احنا ما دينيش ملتمس هاده آلية بحالها بحال مهمة استطلاعية بنفس المنطق علاش منين الفارق ديت تقدم الشتركية طلب مهمة استطلاعية ديال الاحياء الجامعية تحال تعالى المكتب وافق عليها ونخرطوا جامع اغلبية ومعارضة وبحال بحال تهدرة بحالها يعني هادك النقاش دير واش حنا التاني هادك اللي كنا كم شو الملتمس الرقابة باش نطيحوا الحكومة منحق الاغلبية الدافع عليها اما اليوم احنا ما تطالب من واحد الآلية كتعطيها للبرلمان هادرا ماشي دورنا غاي كمعادة خسن قومو باج هاده مسائل اللي هي كتهم بلادنا كتضرب في المداخل كتضرب في القدرة الشرائية كتضرب يعني في السمعة ديالنا كتضرب كذلك في ان اتهامات خطيرة بعد الشركات بغينا نوقفوا في اطار رقابة ديالنا مني كنقولوا الرقابة البرلمان رهو اغلبية ومعارضة كنرقب الحكومة يعني احنا ما كناش نعتقدوا اننا نوصول هاده الحد بان الاغلبية كتهمنو تقول را ما عندكمش اغلبية ما تديروش هاد المبادرة هاده مبادرة اللي هي عادية ولا وما فيهاش يعني شي حاجة استهداف لاشخاص احنا بطبيعة حال في الرسالة كنقولوا هاد اطراف الاغلبية التضربة لا لا دبها بهات الصريحات ديالهم بهاات الصريحات ديالهم بلوك يدخلوا لي الشكل انا وغيدخلوا الشكل الرأي العام لان مني كنقولك مبادرة مثلا ديال الاحياء الجميع تصور المهم ما سيطلع ديال الاحياء الجميع واحد الفاريق قال لك لا انا ما نمشيش معاكم را عنده يصدروا بالمصالح ولا شي حاجة مما را نفس الشي اليوم اللي فارق الاغلبية احنا سمعنا فارق واحد باش منتهموش فارق الاغلبية فارق واحد ورئيس فارق هو اللي خرج بيتصريح ويقول وكلام خطير جدا يقول بان هناك مشكل نفسي لبعض الاطراف مع رئيس الحكومة وحنا فلما ذكرنا لا رئيس الحكومة ولا افريقيا ولا تشي عاجة قلنا احنا سنقف على بعض الامور التي هي تداولها الرأي العام مجبدناش نهائيا رئيس الحكومة هو مش ابعد باننا عنا مشكل نفسي دونك هنا كيبيا باننا كيين تضاروا بالمصالح فعلا لما وقعوش وكيين بانهما مورطين في هذه المسألة لما وقعوش معانا ولكنت عندهم نية سليمة وهما بريئين خصوم يوقعوا علاش خصوم يوقعوا وبالخصوص حزب التجمع الوطان الاحراك باش نجيبوا لهم الكيتيس الرئيس الحكومة لانه هو المستطبيل الكبير وهو اللي يملك يتاهموه البعض هو اللي يتاجر في النفط الروسي احنا بهذه المهمة سلعا نقوله بان افريقيا ما كتاجر في النفط الروسي إذا كانوا أدكية بهذا المنطق احنا ما كنت نتعاملوش بهذا المنطق احنا مستهدفين ولكن هما يلكن عندهم هذه الخلفية باننا رأي مستهدف هذه الشركة ومتيقنين بان ما كيجيبوش النفط الروسي هو مخصومه وما اللي يشجعوا لهذه المبادرة وخصوم يوقعوا بدون سيتنا بلا من هضر على فارق الأصل ومعصارة وحزب الاستقلال لان اليوم اللي واجه هذه المبادرة واحد فارق هو التجمع الوطن الاحراك لوجه هاد المعارضة هو اليوم الذي يتهم بان رئيس هاد الحزب هو اللي عنده تتضرب المصالح وهذا بالنسبة نخلي الفهم يفهم إذا افتتاح تبرد شيء يوم الجمعة المقبل يعني هل تكون هاد الموضوع المتروح بالنسبة التواصل ترك المعارضة ومع كافة النوابنا ايش بتوقيع ومناقشة هاد المعارضة اجتماع دي للفارق خص رئيس فارق بامانة يبلغ المرسلات التي توصلا بها جميع مرسلات هاد هي كافش كنشتغل انا كرئيس فارق من كان توصلا بعض المرسلات جمعية من عند مواطن من عند طلب اللقاء من طرف كان عرضها على الفارق بان توصلا الفارق بهذه المرسلات والفارق ياخد القارة احنا الهدف مننا هو رسميا نوجه لانو باش يعرضها على الفارق يعني خصوية والصلاة بامان للفارق انا دك يعني جميع النواب غدي يكون في خبارهم والحق للنائب هاد حق يعطيه له الدستور النائب من حقه يوقع او لم يوقعش لان هذا حق ديال النواب قاعد لهم الدستور بدون بغض نظر لمعارضة والاغلبية حقه بحال يبغي يدير سؤال كتابي ننتظر التفاعل نائبات والنواب يوم الافتتاح وبطبيعة الحال يوم الافتتاح غدي يكون نقاش ما بين النواب والنائبات حولها نزيده نوضحه كذلك قررنا كثلاثة ديال هاد المكونات جوج ديال الفارق ومجموعة نيابية غدي تكون واحد من دول صحفية مش يعلي هاد الموضوع بالضبط ولكن دول صحفية اللي غدي نديروا لان كنا وعدنا بها في الاختتام غدي نديرون دول صحفية حول الشغال ديالنا ما بين هالدورتين وكذلك الافاق المستقبلية والمقترحات المستقبلية في اطال مهمة ديالنا الدستوري اللي غدي نقوموا بها وخلال هاد الندوة سنجدد الدعواء للسيدات والسادة النواب من اجل انخيارات في هاد المبادرة وغدي نعطي واحد الاجل مثلا ندير واحد الاسبوع باش مخلاش مفتوحها من بعد ذاك الاسبوع غدي نعقدون دول صحفية الى ماك مشتولت الى ماك مشتولت انا عقدون دول صحفية وغدي نتلي والاسماء كلها اللي وقعت طبيعة الحال هاد ثلاثة ديال الاحزاب اللي كان نقوله والثلاثة ديال الفورق ومجموعة نيابية اللي يكون موقعين اللي وقع من خارج هاد اليوم اللي يلتازموا غدي يتم الاعلان على الاسماء والاخرين اللي موقعوش نخليوهم بيناتهم بين الرأي العام لان احنا لأساسي هو يتجع اننا قمنا بمبادرة اللي كي سمحنا بها الدستور واللي من الواجب نقومو بها وإلا ما بغوش هاد الناس ديالك سات نخليوه الرأيهم وغايكو النقاش اخر ديالك سات شكرا